موسيقى 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 نطيف مع girls المسiyet موسيقى 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 توقعاتك موسيقى موسيقى حسنا مصريين. وياريت الكلمة دي تشيل خالص كلنا مصريين. مصري ده مصري وده مصري. فمنتكلمش على انه يبقى فيه مسلم ومسيح احنا كلنا مصريين. طبعا. طبعا. اه بالنسبة لمبارات النهاردة انا كنت حابب ان المبارات نتلعب النهاردة. اه مهما فيه احزان اه لازم نعديها علشان نوصل للامال اللي احنا عايزينها. واعتقد ان المبارات النهاردة ممكن تكون فرصك وايسا ان احنا نتجمع تاني. وان احنا نبص تاني بمنظور مختلف لمصر. كل يوم بيعدي اي نشاط بيقف في مصر. مصر كلها بتقف. احنا عندنا حاجات كتير دلوقتي بتالي التقف. طبعا. السياحة. كل حاجة. والبورصة خسرت كتير جدا. خسائر في البورصة كتير جدا. لا لازم يا جماعة نبطل ونشتغل. لازم نشتغل. لازم كلنا نرجع نقول يا جماعة مصر محتاجانا. مصر محتاجة كل واحد فينا. ولو كل واحد بدأ بنفسه اكيد الامور هتختلف كتير. طبعا. اه مبارات النهاردة مبارات كبيرة جدا بالنسبة لازمالك وبالنسبة الانبي. المباراة النهاردة مباراة ما بين اتنين مدربين. اللاعبين متشابهين مع بعض كتير جدا. انما الحين كابتاة الكوتش ازا كان اه كابتن حسن او اه كابتن مختار مختار هي اللي هتحدد الفريل اقرب للفوز. واين كان اه كل مدرب فيهم مع الامكانيات والكروت اللي يقدر يلعب بيها في خلال المباراة. اه انما الفريتين جاهزين. الفريتين اه عندهم عناصر كويسة جدا. عناصر خبرات اه اه في بعض المراكز اللي موجودة في الملعب. ده كان في الديفنس او في وسط الملعب او في الهجوم. اه الفريتين اه بعضهم بيمتاز على بعض في بعض المناطق في الملعب. انما الزي ما قلت في او الحنكة الكوتش اللي موجود. هو اللي هيعرف انت اي قطر يدفع بالورقة اللي يقدر يكسب بيها. كانوا بيقولوا دايما انه في مباراة الاهلي والزمالك المهمة يعني انه الزمالك بيلعب حلو جدا بس الاهلي حظه حلو. في ناس كسير جدا بتقول كده. المعلم حسن شحاتة بيقولوا عليه ببركة في الملعب. وحظه حلو برضو. اه متوقع ايه وشايف انه حسن شحاتة بصرف النظر عن التكنيك وبصرف النظر عن الخطة وبصرف النظر عن اليمين والشمال واليه اللي هيحصل ولكن التفاؤل والثقة اللي بيديها للعيبة وثقة اللي عنده في امكانيات وثقة اللي عند كل الناس فيه كمان. شايف ان ده بيفرق معاك وكابتن او شايف ان ده هيفرق مع الزمالكوية النهاردة? اولا اه لازم كلنا كماصرين هاني نفسينا ان احنا عندنا كوتش زي كابتن حسن شحاتة. طبعا. طبعا. من الناس اللي سطر التاريخ اه صعب ان اي حد يوصله تاني. واحد من الناس اللي اللي عندها رؤية مستقبلية بشكل كويس جدا للبطولات. اه كابتن حسن اه يقدر رجع لنات زمالك اللي فقدوه الفترة اللي فاتت. اه دايما انت بتقولي المبارات الاهلي والزمالك كان دايما الزمالك بيقولوا بيلعب احسن بس الاهلي بيكسب. مش دايما يعني مش دايما بس اوقات كتير كانت النساء متوقعة للزمالك لنفوز لانهم فعلا كانوا بيبذلوا مجهود ولكن حظوهم ما كانش دايما بيبقى قد كده ودايما الاهلي كان بيكسب. دايما على مرة تاريخ يعني الزمالك مشهور بلعب الفن والهندسة. حقيقة. والاهلي مشهور بالروح. اه. والروح تكسب ازول. اه الروح تكسب لبعض الوقت. انما انت ممكن انت كسبي حاجة وانت مش 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 مبسوطة منها. اه. انما الزمالك لما بيكسب انت بتسقفينه لانك اه انبهارتي. اه. او حستي بمتعة من خلال المكسب بتاعها. سبينا من النقطة دي وندخل عالنقطة بتاعت ماتش النهار ده. اه اه. فكابتن حسن من واحد من الناس اللي اللي لازم لما نيجي نقول دلوقتي الكرة المصير زي ما كنا بنقول اه كابتن اه محمود الجهري الفترة اللي فاتت لازم نقول كابتن حسن شحاتة كمان. طبعا. اه. بتاعته في الملعب. بمعنى ان نت زمالك مختلف. ولازم دايما البطل يكون مختلف. مش لازم يكون يتشابه مع مع اي حد تاني. فكابتن حسن رجع حتة ان الزمالك يبقى عنده القدرة في الملعب ان هو هو اللي يسيطر. واللي عايز يلعب معاه يعني يحاول يوصله. دي نت زمالك قعدها من خلال الرسم البياني. الفترة اللي فاتت اللي من خلال المباراة اللي حصلت ودي ديجلة. اه. الجونة. هرس الحدود المستوى بيعلى بشكل كويس جدا. ده مؤشر على ان في حاجة كويسة بتحصل. اه. على النقيد لو انت جتي اه. لعبت مباراة قوية جدا. اه. كأول مباراة لكي في الموسم وكسلت الدنيا. وبعد كده جي الكيرف هبط. اكيد ده بيبقى فيه دروب. دروب ده مايبقاش عارفة سببه. انما المستوى لما بيطلع من تحت دايما. لان زي كل حاجة في الدنيا. يعني كل حاجة عاقلة في الدنيا. او الواحد بيقدر ان هو يشوفها بشكل كويسة ايه اللي بتبدأ من تحت الفوق. بحيس انها توصل للمدى اللي الانسان عايزه. ده بالنسبة لناس زمالك والكابتن حسن. كابتن حسن بركة. يا ريت كلنا انه بقى كده. طبعا. خلاص. اه ان الواحد الحظ يكون حليفه. اه. وده زمان انت بتقولي الزمالك واهلي والاهلي عنده الحظ الاكتر. فياريت الحظ يبيجي الناس زمالكة عشان ياخد بطلات لان عنده جماهير المفروض يعملونها تمسال. وعنده لعيبة وعنده تكنيك. هو انا عايزه بس هو قبل ما نروح لمختار مختار. هو الفكرة دلوقتي انه نادي الزمالك من الواضح من المنشاط الاخيرة. لاحظنا انه كل اللي جوان يعني اكيد فيه صغرات عند نادي الزمالك اللي كان بتخسره. من ضمن الصغرات دي انه الوينج اليمين كان دايما هو اللي بيجي منه اللي جوان. تفتكت كابتن حسن شحاته من من خلال متابعتك لكل التمرينات او حتى السفريات اللي بيعملها والمباريات اللي بتشوفها طبعا. لاحظت ان القصة دي بدأت تطور شوية او بدأ يملاها شوية. اه كابتن حسن بقى دلوقتي يعني عمل اه في ناس زمالك انه بقى ناس زمالك بقى عنده اقوى طرفين موجودين في مصر. اذا كان حازم امام او عبدالشافي. وابتدى يستغل الجزئي دي بشكل كويس جدا. بمعنى ان انا عندي اه 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 تلاتة او اربع فراودة من افضل فراودة اللي موجودين في مصر اللي بيعود مخهم كويس. وعندهم الاطوال العالية جدا. اذا كان اه اه احمد جعفر ميدو كمان رزاق نضم لهم النهاردة في المعاسكر. اه ميدو خارج المعاسكر طبعا للظروف اصابة يعني. انما الاربع من افضل الناس اللي بتلعب كرات كويس جدا يعني. فآه كابتن حسن ابتدى يعمل جبهات قوة لناتز زمالك اه مشكلة في الطرفين دولت. بالاضافة كمان ان ان دعم الدفاع اللي احنا كنا بالنادي من من تلات اربع سنين بالنادي ان يبقى لازم بقى فيه دعم للجزء الخلفي في ناتز زمالك اللي هو القلب الدفاع اللي دايما اه كان بيبقى فيه خسائر بالنسبانا كتير جدا. اه 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 ادعم بشكل كويس جدا. بقى عندك في نص الملعب خبرات كويسة جدا مع عناصر اه شابة زي ابراهيم صلاح والمرغاني. بقى موجود احمد حسن ك كخبرة اه موجودش كبالة بمهارته الكبيرة جدا وزمال كوياته اللي بتضغى اه 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 جوه الملعب. والاهم من ده كله اه وجود الجماهير العظيمة اللي 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 عشر مالك في الصعب قبل ال 비슷هل. فتحية الجميع للزمالك اللي بتم لكل اه استاد القاهرة في كل وقت عشان توازق معدار عزيز ال ناتزمن. الاسف انا الهارضه خايفين يكون الاقبال على ال مطش في الاستاد يكون قليل. يكونش فيه اقبال شديد للجماهير جوه الاستاد. وهل لو فعلا هيكون فيه اقبال شديد هل فيه تنبيهات او تحذيرات معينة ان هما يبقوا اكثر اكثر متى يعني في الاستدهيب اعمل هقولك الهاجة النهاردة طبعا يعني مع احترام الانبي الجمهورية عنده لا تتعدى بالنسبة لناس زمالك واحد في المية النهاردة فهتلاقي كل جمهورية ناس زمالك هي اللي بتأمن نفسها وهي اللي عايزة تحتفل ان شاء الله بشكل كويس جدا وهي اللي عايزة تعمل مسيرة حب لان النهاردة كل مصري حيخاف على مصري زيه كل مصري النهاردة لان الايام اللي فاتت دي كانت ايام عصيبة قوي اعتقد النهاردة هتبقى يعني فيه حب وقلفة وملحمة وطنية اكتر منها مباراة هتلاقيها النهاردة في الملعب وهتلاقي يا فطات كمان بتنادي ان احنا كلنا مصريين وعايزين مصري تبقى افضل الدول في العالم اسعار التذاكر عاملت ازاي وسمعنا انه كان فيه مشاكل على قصة اسعار التذاكر دي كابتل مافيش مشاكل اللي هو فيه بعشر او بعشرين اه الانبي كان عايزة التذاكر تبقى قليلة جدا يعني بسعر قليل اوي الانبي والله والمفروض ان الاتحاد الكورة في مباراة الكاز بيبقى 50% و50% او 40 و40 و20 او 30 و30 و40 على حسب ما بيقسموها في الاتحاد فدي الاسعار التذاكر بتخرج من الاتحاد مش من الناس الزمالك فانها تبقى بعشر او بعشرين اعتقد انها في متناول الجميع يعني في البروتوكولات نهائي كاس مصر المفروض ان رئيس الجمهورية في اخر المطش يعني بعد اعلان النتيجة بيسلم الكاس للفرقي الكاس بان مين اللي هيسلم الكاس النهاردة اعتقد المشير هيبقى موجود النهاردة لان برضو يا جماعة الرياضة هي سمة تقدم الشعوب الدول بتتأزل وقت بالتقدم الفني والتقدم الرياضي على ان هم دولة الفرست وبعد كده اي حاجة تانية اعتقد ان لازم النهاردة يبقى متوجدين كلنا اذا ما كانش حتى الزمالك او اي فرقتين تاني لان دي الصورة بتاعتنا اللي بتترسم في العالم كله طبعا فلازم احنا نجملها بشكل كويس بالنسبة للحاجات المهمة برضو في كل المباريات والاحيان بيحصل حواليها مشاكل كتير لجنة الحكام لجنة تحكيم في قرط القدم كانت رفض التحكيم ايطالي وعاديا رجعت وفقت على تحكيم سويسري تفتكر ايه اللي خالى لجنة التحكيم انها توافق او تفضل التحكيم السويسري عن التحكيم الايطالي يمكن التحكيم السويسري مظبوط على الساعة بالزبط يعني يعني هل في مثلا عاجة معينة اه بيجب الشكوات اهم عندهم الساعات مظبوطة فاكيد جابوهم يعني ما بيخافوش مثلا يعني اه لا لا اهم الموضوع بيبقى فيه يعني السالري معمول معين او مبلغ معين بتحط اللي بيجو فممكن يكون الاختلاف دي او ان الاختلاف يكون في نوعية الحكم اللي هيتبعت يعني ممكن الاتحاد الايطالي يبعت حكم هما شايفين هنا ان هو ما عندوش سيرة ذاتية كويسة جدا او ان هو يقدر يدير المباراة بشكل يليك بالمباراة نهائية كاس مصر ويمكن الحاكم السويسري اللي موجود ده فيه واحد فيهم جي قبل كده في المباراة الاهلي والاسماعيلي كان موجود هنا والاتنين التانين اول مرة ييجوا ورحبوا جدا ان هما ييجوا مصر لانهم عندهم يقين ان مصر بلد الامن والامان فما فيش اي مشاكل خلص وان شاء الله الحكم كمان عنده خبرات كويسة اه مش كبيرة او انما حكم نهائيات وحكم دولي عنده بعض المباراة المهمة فان شاء الله يدير المباراة بشكل كويس